السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صالح وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا بكم. ازايكم عاملين ايه? النهاردة ان شاء الله عندنا فيديو حلو جدا. ياريت اللي اول مرة بيشوف قناتي يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكل جديد. وحطوا لايك للفيديو. يلا بينا نشوف احلى حجازية اسكندراني عندنا. عملناها طبعا بطريقة سهلة جدا. مكونات موجودة عندنا في كل بيت. آآ بصوا الحشوة مزبوطة جدا من جوة. طبعا من اجمل الحاجات الاسكندراني هي فعلا الحجازية. هنعملها بكل تكتها واسرارها. خليكي معي الاخر الجيش. السمك بتاعها فوق وتحته والحشوة مزبوطة ازاي? ياريت اللي اول مرة بيشوف قناتي يشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل له كل جديد مني بنزله. وياريت ما حدش ينسى اللايك ويلا بينا نشوف المقادير. عندي اول حاجة بولة هحط فيها كبايتين من السميت. كبايتين من دقيق السميت. عليهم كبايتين من الدقيق الابيض. تمام? عندي معلقة كبيرة من السكر. معلقة كبيرة من الخميرة الفورية. رشة ملح. نص معلقة كبيرة من البيكين بودر. تمام? يبقى معي هنا في البولة. كبايتين كبار آآ من دقيق السميت اللي هو المق. كبايتين من آآ دقيق الابيض. تمام? ومعي كمان آآ معلقة كبيرة بيكين بودر. آآ نص معلقة كبيرة بيكين بودر معلقة كبيرة خميرة معلقة كبيرة سكر. رشة ملح وكمان حطيت كبايت سمنة على زيت. تمام? آآ سمنة. انا هنا حطى نص سمنة ونص زيت. نص الكباية سمنة والنص التاني زيت. تمام? حفظة الادلك في الدقيق كده والمكونات الجفة اللي انا حطيتها آآ بالسمنة كده كلها مع بعض لغاية ما تبقى معي مرملة كده. تمام? خلاص كده. بصيت مسكيها تحس ان هي اتعجنت خلاص. عندي بقى للعجن من نص كباية. لكباية اللي ربع مية دافية. تمام? مش هتاخد اكتر من كده بس على حسب نوع الدقيق. في دقيق ممكن ياخد معاكي نص كباية. وفي دقيق ممكن ياخد معاكي كباية الا ربعا. هتعجني فيها طبعا احنا بنقول البسبوسة ما تتعجنش بس البسبوسة ما بيبقاش فيها دقيق. فبنقول دي البسبوسة ما يتعجنش. انما هنا في دقيق البسبوسة وفي كمان الدقيق العادي. فعشان كده لازم نعجن. خلاص. جبت ربع كباية تاني لان حسيت ان هي لسه عايزة تاني. فكده المأذير دي خدت معايا كباية لربع من المية الدفية. وحكتب لكم المأذير بالزبط في صندوق الوصف. انا شلت العجينة لفتها بورق ومدفية الفرن وحطتها فيه تخمر. تمام? هنعمل هنا الحشوة. عندي بولة. حطيت فيها نص كباية سميت. كباية سكر. حطيت نص كباية جوز الهند وربع كباية سوداني. هحط تلات معالق كبار من الارفة. تقدري تخليهم معلقتين. تمام? السوداني آآ تقدري تستغني عنه خالص. وتقدري تستغني عن جوز عن جوز الهند. يعني الاساسي معايا هنا في الحشوة نص كباية سميت كباية السكر. تلات معالق الارفة وربع كباية مية. عايزة تحطي السوداني حطي عايزة تحطي آآ جزت الهند زي ما انا حطا كده نص كبات جزت الهند وربع كبات سوداني مش عايزة تحطي بندق بدل السوداني يبقى حلو جدا فاللي يعجبك اعمل ايه? عندي صانية مقاس مقاس تلاتين دهناها آآ بنقطة زيت كده. قسمت العجينة لقطعتين. هاخد قطعة من تحت هفردها في الصانية. بالشكل دوت كده. طبعا هنخمرها مرتين. انا خمرتها اول مرة. وهخمرها تاني مرة بعد ما اشكلها. بعد ما حط الحشوة افردها في الصانية هعملها تاني. انا فرضت العجينة بالشكل ده كده في الصانية كلها وبعمل لها كده جناب. بالشكل ده كده. تمام? ده كده نص العجينة بس. هاخد بقى الحشوة بتاعتي اللي انا عملتها معيكم. وهكتب لكم المقاذير بالضبط في صندوق الوصف. تمام? دي الطريقة المظبوطة جدا بتاعة الحجازية. جربوها ان شاء الله هتعجبكم ودعولي ان شاء الله. بعد ما فرضت الحشوة كده بالشكل ده كده بضهر المعلقة وسويتها كويس جدا. تمام? اهم حاجة تسويها كويس جدا. لو عايزة تحطي السوداني مجروش حطيه. عايزة تحطيه بحالو حطيه. برحت خالص. تمام? عندي بقى نص العجينة التاني. هفرده كده على ورق آآ كنت هفرده على الورقة اللي انا مغطية بيها. لقيتها مش كبيرة فجبت ورقة تانية نظيفة كده بالشكل ده. فرتها على الرخامة. وهقطعها بالسكينة. وهجيب بقى بقية العجينة وهفردها. بالشكل دوت كده. هفرده على قد السينية. تمام? تقدري تفرديها بالنشابة. تفرديها ببيضية. تعادي خالص بايدك. ما فيش اي مشكلة. انا بقيس كده الصينية عليها. طبعا انا عايزها اكبر شوية من الصينية. تمام? همسكها بقى كده وهقلبها فوق الصينية. تمام? خلاص كده هنبتدي بقى نشيل الورق البلاستيك. وهنزبط بقى العجينة بتاعتنا. تمام? ما تلاقيش خالص من الزيادة دي. هناخدها نحطها في الحطة النقصة في الصينية. تمام? هنبتدي بقى نحط الحطة النقصة كده هندريها كلها. وحنزبط الصينية بتاعتنا بادينا. على فكرة سهلة خالص والله في ناس بتستصعبها. بس هي سهلة خالص ما فيش اي حاجة. يعني هي كلها على بعضها ما بتاخدش عشر دقايق آآ انك تعمليها. ومسلا من تلت ساعة نص ساعة تخمير. بس يعني مش بتاخد وقت خالص وحلوة جدا. وعلى فكرة تعتبر من الحاجات الاقتصادية. ما فيش بيد ما فيش لبن. تقدري زي ما قلتلك تستغني عن الزبيب آآ عن عن السوداني وتستغني عن جسد الهند. يعني فهي اقتصادية. دلوقتي انا قطعتها وهقطعها كده ايه? بالشكل ده كده عايزة تقطعيها آآ مكعبات مربعات قطعيها. تمام? بس احنا الحجازية دايما بنشتريها بتبقى متقطعها بالطريقة زي. بعد ما قطعتها كده هنعمل بقى شكل الحجازية مش هينفع نسيبها كده. احنا مش بنشتريها كده. بنشتريها بيبقى فيها شكل من فوق. فهنجيب بقى ضهر الشوكة كده. وهنبتزي نمشي بيه على العجين بتاعنا نعمل له شكل بضهر الشوكة. تمام? هنزبطها بقى كده. نخلي شكلها حل. وهنغطيها بالورق اللي هنسيبها تخمر شوية. تمام? وبعد ما تخمر هندخلها الفرن على درجة حرارة. آآ مية وتسعين في الرف الوسطاني. شايفة بقى شكلها بقى جميل ازاي? هنغطيها كده بنفس الورقة اللي انا فرتها بيها وهي هنسيبها شوية. تخمر ربع ساعة كده او عشر دقايق وبعدين خلاص كده هي خمرت معي. وانا مشغلة طبعا الفرن. الفرن عندي سخن. هدخلها على درجة حرارة مية وتسعين في الرف الوسطاني. وهي هتقعد من نص ساعة لخمسة واربعين دقيقة. يعني من من تلاتين دقيقة من من تلاتين دقيقة لخمسة واربعين دقيقة تمام? اهو هو ده كده شكلها طلعت معي. طبعا هي سخنة جدا. هنسيبها تبرد. زي ما قلت لكم انا حاطتها في الرف الوسطاني. هي قعدت آآ خمسة واربعين دقيقة بالزبط. تمام? هنسيبها بقى تبرد وبعدين نحطها في طبق التقديم. مش صعبة ولا حاجة اعمليها هي سهلة جدا والله. بصوا بقى. عايزة اورها لكم. عايزة اوريكم الحشوة من جوة. بعد ما طلعتها من الصانية بصوا. سفتها طبعا تبرد وطلعتها من الصانية. شايفين الحشوة جميلة ازاي ومظبوطة? بربيها بقى بالطريقة دي وقليني ايه رأيك? ان شاء الله طريقتكم سهلة عليك. يا ريت اللي اول مرة بيشوف قناتي اشترك في القناة ويفعل الجرس علشان يوصل لكل جديد. عايز اقول لكم آآ يعني ان شاء الله هتعجبكم جدا الحجازية من اجمل الحاجة الحلوة اللي ممكن تكليها. يا ريت تقول لي رأيك ايه? والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.